مرحبا بكم في مطبخ بريتا اليوم جبت لكم وصفة تلابية البانان سهلة ماهلة وبنينا المقادير اللي نحتاجوها هما كوب ونصف فرينة كوب ماء نصف كوب زيت نباتي ملعقة عسل نصف ملعقة صغيرة فندية زائد قرصة على الملح نبدو الوصفة تانا بتخليط السوائل الماء نصف كاستع الزيت نزيدو لهم العسل وقرصة على ملح نخلطوهم بارد في بارد ونبعد نحطوهم على نار تكون متوسطة جست يرفض غلية نحيوهم النار ونكملو الوصفة تانا بعد الغليان مباشرة نزيدو المقادير الجافة اللي هما كاسو نصف فرينة وشوية لفاني نخلطو جست بمغرف حتى تعجلنا المكونات ولازم نكونو وجدنا اون بوش عدو يقدمنا بسك لازم نخدمو بالعجينة هكدك سخونة ما لازمش نخلوها تبرد سينو تتماسكو ما نقدروش نخدمو بيها ندخلوها داخل لابوش عدو يتاعنا ونبعد نخلوه نخدمو بالعجينة بتاعنا هكدك سخونة نشكلوهم على هات الشكل كي ما تقدرو تشكلوهم تاني على شكل ضوائب ثم نخلوها تبرد لمدة 15 الى 20 دقيقة كي تبرد العجينة تتماسك ونبعد نقلوهم على نار متوسطى شوفو الافورم يعني تقعد هي هي بعد ما بردت نقلو جميع الحبات اللي تحصلنا عليهم حتى يكتسبو لون دهبي شباب وكل حبا ننحيوها ندخلوها داخل العسل مباشرة نخلوها لمدة صغيرة فقط ثم ننحيو جميع الحبات ونحطوهم داخل كسكاسي بشي يتنحل عسل هدك الزايد وهي اللي كزلابية تعنا واجدة وبنينا نتمنى انكم تسيوا الوصفة وتعجبكم وتبرتجيوها مع صحابتكم وحبابتكم الى اللقاء حبيباتي